تاعد سمو الأميرة سمية بنت الحسن حفلة تخريج الفوج السادس والسبعين لطلبة كلية تيرا سانتا في الفراعين العلمي والأدبي والبرنامج الدولي البريطاني بحضور سيادة المطران حلاج اللوف مطران اللاتين في سوريا وعددا من الأباء الكهنة والأخوات الراهبات وأولياء الأمور وضيوف الكلية وتضمن الاحتفال فقرات فنية ووطنية وكلمات للطلب الخريجين باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية مجددين عهدهم بأن يكونوا فخرا لمدرستهم وذويهم ومن جهته قدم مدير عام الكلية الأب رشيد مستريح كلمة شكرا للأميرة سمية على تفضلها برعاية الاحتفال كما عبر عن فخره بالخريجين متمنيا لهم مستقبلا مشرقا بالعلم والإنجازات